كل ده اللي احنا قلناه ده في الجزء الخاص بايه؟ الخاص بالاعتذار والاعتراف بالخطأ في جزء بقى يتعلق بخطة التغيير وخطة التغيير دي بتكون في ما يتعلق بالغادر في ذاته وعلاقته بالمقدور بيها وخطة كمال لتغيير نظرته للحياة يعني مثلا هو عايز علاقته بذاته هو علاقته بذاته انه هو شايف انه هو رجل شهواني فهو بيحب الشهو وعشان كده بيحب يتفرج وبيحب يلعب لازم علاقته بذاته دي يتغير هو شايف انه عاش انه هو مرحروم ولازم يكافئ نفسه فاللي بيعمله ده تمكافئة نفسه وما بيخدهاش من زوجته لازم يتوقف عن ده وده يحصل ازاي؟ بحاجة اسمها تسكية النفس تسكية النفس بالذكر وبالنظر في افعال الانسان وبتغيير بالنمج الحياة بتاعه هو لازم يغير بالنمج حياته هو وممكن يغير خريطة علاقات بتاعته امر التاني علاقته بالمقدور بيها لازم يبقى لها وقت خاص بيها لازم يهتم بتفاصيلها لازم يكلمها عن قده هو بيحبها فيعبر لها عن حبه كل الحياة دي لازم تتغير يعني لازم يتغير وجوده معاها عشان تحس بالامان لازم يتغير خطته كمان بانه يخصص له وقت عشان تحس بالاهتمام لازم كمان يكلمها كتير ويمدحها ويتكلم عنها كتير كلام يحسسها بقيمتها عنده عشان ده وتحقق لها الاحترام ولازم يقدر لها كل اللي حصل ده ولما هي تقوله طب لما انت عارف انا مهمة كده في حياتك انت عملت كده ليه يقول لها انا غلط ما يقولهاش انت السبب يقول لها انه غلط لان هي لما تحس انه غلط الام حتى لما تحس انها غلط ممكن تعفو عن ابنها فالانسان لما الانسان بيعترف خطأه بيخطع نصف المسافة للعودة واصلاح العلاقة حاجة تالتة تقدير المشاعر في شوية تقات كده لازم نلتزم بيها تقات يعني ايه في شوية حاجات يعني ايه قدر مشاعر لا تلوم ما تلومهاش ابدا لا تشتكي ما تعودش تشتكي انا خلاص جئتي منك خلاص يبقى لا تلوم لا تشتكي لا تمل استمر وما تقفش لا تستعجل ما تستعجلهاش احنا بقى انا شهرين تلاتة على الموضوع ده عن استمر راب بعد كده كمان لا تتراجع ما ترجعش لان لو رجعت يعني ابتدي من الاول ويمكن امره يسوق يبقى ما تستعجلش ما ينفعش يقول لها الحكاية عدة عليها شهرين وثلاثة وكده والتكشيرة دي ما تغيرتش ما ينفعش المسلس ده لو اتعامل بهذا الطريقة ببساطة خالص بان احنا كان الاعتذار والاعتراف زي ما قلنا وكان خط التغيير زي ما قلنا احنا كمان في خط التغيير في نظرته للحياة انه طول عمره مهضوم الحق فهو عايز يخرج من المظلومية بتاعته بانه يروح عن نفسه يدوق حاجة حلوة كده زي الشهوة زي ان حد يعجب به زي اي حاجة فزي ما قلنا الاعتذار بقى وصفه التلاتة وكمان خط التغيير مع ذاته مع زوجته مع كمان الحياة وازاي هو نظر الحياة وتقدير المشاعر ولازم الزوج يكون عارف ان الزوجة هتلاحظ عليه التغيير لو تغير هتلاحظ لكنها تفضل سكتة ومش هتعبر عن رؤيتها لهذا التغيير لحد ما ترجع تبني ثقاتها فيه تدريجيا شيئا فشيئا فعليه انه ما يتوقفش فعليك بالصبر ولا تكون عونا للشيطان على شريك حياتك هنعمل ايه بقى؟ اول حاجة هنعمل جلسة جلسة جرد اللي حاجة سابقة وهي ساعة واحدة بس هي تقول فيها كل اللي كانت محتاجة محتاجة فيه هتوصله له بشكل واضح عشان نعرف وصلنا هنا ازاي لازم تحصل جلسة الجرد دي ونصلح اخطاءنا ولازم الاتنين يقولوا الكلام بوضوح وما يحصلش اي نوع من انواع العروب ولازم يمتني الزوج لزوجته ان هي قالت ده وقعدت القهر ده تاني حاجة المصارحة والعتاب لازم يصرحوا بعض بالمشاعر اللي كانت في قلبهم ويعتبوا بعض ويبقى الاسئلة مرة واحدة وتنقضي وما نقولش التفاصيل اللي ممكن تزيد التين بيلا تالت حاجة وده شيء مهم جدا جدا اللي لازم نعمله ان احنا نجبر الخاطر نجبر الخاطر بهدية ومعاملة حسنة وبر الأهل وبر الأصدقاء وده قانون قانون ان الحسنات يذهبنا السيئات وهو قانون الازاح ولما نعمله عايزيل كتير من حياتنا وهيخلينا نقدر كده الحاجة الرابعة لا يكذب عليها أبدا ينسى موضوع الكتب ده بقى لان الكتب بيخلينا نرجع مرة تانية الستة عندها قانون كده اللي يكذب بيخون فما فيش كدب خامس حاجة يعمله ذكريات جديدة ويسجلوها عشان تثبت في أزانهم وتزيح كل الذكريات القديمة المؤلمة ويبتدي يحل مكان كل السواد ده يحل نور وبركة وحيشة جديدة ويحسوا انهم بيجددوا حياتهم مرة تانية واحتمال كبير يحسوا ان حياتهم بقت أحلى وأجمل لما يحسوا انهم عادوا لمرضات الله سبحانه وتعالى أنا حاسس ان احنا اتكلمنا النهاردة كلام شويتين تلاتة ولمس التفاصيل بس انا اظن ان احنا محتاجين نتكلم مرة تانية ومرة تالتة عن حالات وازاي هنتعامل مع هذه الحالات اوعدكم ان احنا هنتكلم عن الموضوع ده لانه موضوع في الحقيقة عامل جرح وعمل قلم وبينزف عنده ناس كتيرة واحنا محتاجين نتعامل معاه لان في الحقيقة السكوت على الجراح النازفة نوع من انواع القتل البطيء لازم نداول الجراح ونجبر الخاطر ورجعوا الحلقة دي ولازم ترجعوا الكلام اللي احنا قلنا ده لانه مهم جدا 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 ان احنا نلحق ده